بدأ من الواضح أن المبعوث الأممي لم يعد لديه ما يقدمه على صعيد المباحثات وتحقيق انتصار الاسلام بين اليمنيين فمن خلال إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن كان واضحا أن جهوده تمضي خارج سياق الأحداث في اليمن لم تعد أصوات المدافع ولا ضربات الكاتيوشا تصل إلى مسامع إسماعيل ولد الشيخ أحمد ولا الانتهاكات التي تطال المدنيين من قتل واخططاف وتعذيب وحسار ليمر عليها مرور الكرام باحثا عن انتصارات ضئيلة يقدم بها موقفه أمام العالم بإطلاق أربعة من المختطفين من سجون الميليشيا أغفل ولد الشيخ أحمد الإشارة إلى ما ترتكبه ميليشيا الحوتي وحليفها المخلوع صالح من مجازر موجها سهام نقده لأخطاء التحالف والاغتيالات في عدن ناسيا أو متناسيا جرائم التحالف الإنقلابي المتسبب الرئيس بما آل إليه البلد من وضع كارتي جراء الحرب التي أعقبت انقلابه على السلطة نهيك عن الإعاقة لتنفيذ القرارات الأممية يهبط صقف أداء الأمم المتحدة الواضح من خلال إحاطة المبعوث الأممي المخيبة للآمال حيث وصفت بأنها أفرغت القرار الأممي 22-16 من مضمونه والذي حوله المبعوث الأممي في خطابه إلى مجرد توصيات للعمل بأبرزها وما يتفق ضمنا مع ما يدعو إليه التحالف الإنقلابي الإحاطة وصفت بأنها قضت على ما تبقى من أمال اليمنيين بانفراج الأزمة التي يبدو أنها تزداد تعقيدا طيب أنتوا تعتقدوا أن عتادنا قد انتهى أو سينتهي ما انتهى لدينا مخزون ما يكفينا لـ 11 سنة وعلي عبدالله الصالح رتب حاله من وقت مبكر قناعة اليمنيين ربما رسخها ظهر المخلوع الصالح الذي يمضي في مقامرته وتسعيره للحرب دون أي اعتبارات ويبدو أن التحرك الدبلوماسي للسلطة الشرعية هو المثمر إذا ما تعلق الأمر بمشروع استعادة الدولة التي جاء القرار 2216 من أجلها ولا جهة ضامنة لتنفيذ ذلك القرار إلا ما يدور على الأرض والسياسة من قبل قوات الشرعية اشتركوا في القناة